هل وصل صوت الضحايا اليمنين إلى العالم؟ وهل للعالم أذن إنسانية صاغية؟ استفهامات تدور في رحل أزمة اليمنية منذ الإنقلاب والإجدياح حينما وضعت دول إقليمية وعالمية رجلا على رجل في مقاعد الفرجة وبينما كانت الدولة اليمنية تتهاوى كان رعاة العمليات السياسية يدورون ظهرهم للكارثة بات اليمنون مثل أيتام على مائدة اللئام تتقاذفهم التموجات الدولية والإقليمية بناء على رياح المصلحة بينما الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير خارج ألعاب القوى التي وجدت في جغرافي اليمن الاستراتيجية مطمعا ومستنقعا في الوقت ذاته الصوت اليمني المناهض للإنقلاب والإجدياح والذي يرفع لافتة استعادة الدولة اليمنية هو الآخر لا يبدو بارزا في المحافل الدولية وبالذات في الأوساط التي تفهم الصراع في اليمن باعتباره سردية منفصلة عن الواقع تتمثل في كون الصراع باليمن بين الحوث والسعودية بحسب متابعين فإن حضور السعودية أثر بشكل مباشر على الملف اليمني لإنسان سلبا وإيجابا وبالذات استغلال السعودية وتاريخها المتلبس مع الحريات والحقوق في الملف اليمني كورقة ابتزاز وورقة إدانة في الوقت ذاته لا يبدو من خلال المتابعة أن ثمت رأيا عاما دوليا مساندا للقضية اليمنية بعيدا عن ملابسات التحالف وطورة المقاتلات الجوية في جرائم بحق اليمنين وهذا بدوره زاد الحالة الإنسانية في اليمن تأزما لا يسغي العالم لصوت اليمين رغم الأطروحات الكثيرة عن الحالة اليمنية ومن بينها رؤية مارتين جريفث المبعوث الأمومي الجديد الذي يرى أن الحرب في اليمن تختلف عن الحرب في سوريا وبحسب مارتين فإن الحل في سوريا أمر ممكن ولكن فرص الحل تتضاءل في اليمن مع مرور الوقت فالأزمة الاستثنائية في اليمن ذات بعد إنساني وهي أسوأ من العراق وجنوب السودان حتى قوله ترجمة نانسي قنقر